في فترة من بداية جائحة كورونا سمعنا عن أشكال كثيرة أو طرق كثيرة لانتقال الفيروس سمعنا أن الفيروس ممكن أنه يستقر في الملابس أو في الأسطح أو في طرق كثيرة لانتقال هذا الفيروس غير الطريقة المباشرة بالتنفس طبعاً غير الطريقة المباشرة في حاجات كثيرة الأسطح، الطاولات، الملابس قدامنا الكراسي، دي كلها فيها أوقات ممكن تعيش فيها الكورونا يعني أنا كان قلت لك من المبالغة أنه كان في سطح بتاع جزاس الكورونا ممكن تقوى تفوقها أربع يوم كان بتاع خشب ممكن تقوى تفوقها لحد سبع يوم الملابس بتقوى تفوقها لحد ثمانية واربعين ساعة يعني كان زال عطل صوقك كده فما خوفك أعمل لك فوبيا في الموضوع ده فالموضوع يكون عادي لكن بمرور الوقت الفيروس بتاع الكورونا يعني في هذا السطح تضعف الغابلية بتاعته عشان يصيب الشخص فعشان كده منقول يعني دايماً الإنسان يحترس يعني يستعمل الكمامة والطاولات تكون نظيفة بنفس الوقت يعني هي نظافة من الإمامة محتاجة للكورونا المفروض النص تكون النظافة عادية يعني ما شرط في زول بيزالك يقول لك يا أنا ننظف البيت بيتيتون ما تنظفه ننظفه بموية عادية ننظفه بصابون عادي لكن يكون في نظافة مستمرة يعني ما قضية تبقى الكورونا القضية بتاعت الشيكينة وقضية بتاعت السلامني فالناس كان بيقوا يسلم بعيد يكون أحسن وسلامنا بتاعت القليد نخلي يعني امعي امعي